أمثال قيلت ما زالت لتلحف السننا حللا تحكي حدثا تروي أمرا تضرب مثلا تبني مثلا فمثال يمثل في حدث وجمال قد أطلق جملا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أهلا بكم في برنامجكم الرمضاني أمثال قالوا قديما لا في العير ولا في النفير يضرب هذا المثل في من لا ينفع من حوله ولا يقوم معهم فيما عزموا عليه سواء كان إيجابا أم سلبا وأول من أطلق هذا المثل هو أبو سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه قبل إسلامه وترجع قصة هذا المثل إلى السنة الثانية من الهجرة حينما كان أبو سفيان عائدا إلى مكة بقافلة قريش التجارية وكان حينها الرسول صلى الله عليه وسلم ذاهبا للمدينة فلما علم بقافلة قريش أراد أن يعترضها فلما سمع بذلك أبو سفيان ارتعدت فرائصه فغير مسار القافلة ليبتعد عن الطريق الذي كان من المفترض أن يسير به وأرسل لقريش يستنفرهم للدفاع عن القافلة ولمحاربة جند محمد فهبت قريش لذلك وذهبت لتقاتل محمدا صلى الله عليه وسلم فلما نجت القافلة أرسل إليهم أبو سفيان ليخبرهم وليطلب منهم العودة لأن القافلة عادت سالمة دون أي خسائر لا في المال ولا في الأرواح ولكن قريشا أبت إلا مقاتلة محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين فلم تعد ولكن بني زهرة بقيادة الأخنس بن شريق حينما علموا بسلامة القافلة عادوا ولم يذهبوا مع قريش كان يأنفون مقابلة النبي لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب زهرية منهم ولم يشارك في معركة بدر زهري واحد فلما قاب لهم أبو سفيان قال لهم يا بني زهرة لا في العير ولا في النفير لا في العير أي ليس لكم بعير في القافلة ولا في النفير أي ليس لكم في الحرب والاستنفار للدفاع عن مال قريش وكان يقصد بهذا إهانتهم أي أنهم لم يساعدوه وليس لهم لا في هذا ولا ذاك ولا يصلحون لشيء ونحن نقول هنا كن مع قومك وأصحابك في العير دافعا وكن مع قومك وأصحابك في النفير مانعا إذا أقدموا على خير فسددهم وإذا أقدموا على شر فردهم فكن معهم في الحالتين نافعا فصديق لا ينفع مثل عدو لا يضر واحذر من أن تكون كالذي لا يأتي الناس بخير ولا يكفي الناس من شره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمثال قيلت ما زالت لتلحف السننا حللا تحكي حدثا تروي أمرا تضرب مثلا تبني مثلا فمثال يمثل في حدث وجمال قد أطلق جملا